تحركات مكثفة باتجاه تثبيت وجود الدولة حيث أفدت مصادر في الحكومة عن وجود توجه رسمي نحو عودتها إلى شبوة الترتيبات وفق المصادر جارية لجعل شبوة مقرا مواقة للحكومة بديلا عن العاصمة المواقة عدن التي تسيطر عليها الإمارات وتشهد عتق عاصمة شبوة منذ فترة نشاطا ملحوظا حيث يعقد فيها مسؤولون عسكريون وحكوميون اجتماعات شبه يومية الأنباو تتحدث عن استعدادات لتفعيل مطار عتق بشبوة لجعله منفذا جوية للحكومة يستخدم لأغراض عسكرية ومدنية إلى جانب مطار سيون بالتوازي مع رغبة الحكومة إغلاق مطار عدن أمام الرحلات الدولية وتشير مصادر دبلوماسية إلى أن الحكومة طرحت على السعودية تخوفات من أن يصبح مطار عدن منفذا لتمرير إمدادات اللوجستية لميليشيا الحوثي في تخادم محتمل بين الإنقلابيين في عدن وصنعا تزامنت هذه التحركات الحكومية مع سعي حثيث للشرعية نحو البدي بتصدير النفط والغاز من شبوة ومارب عبر ميناي بالحاف وبدأت بعقد اتفاقات مع الشركات الدولية رغم العراقيل التي تقوم بها دولة الإمارات فيما يبدو فإن شبوة تمثل اتجاها إجباريا بالنسبة للحكومة في ظل سيطرة ميليشيا الإمارات على عدن ما فرض تغيرا في معادلة التحالفات حيث تشهد سلطنة عمان ولأول مرة نشاطا ملحوظا لمسؤولين في الشرعية مناهضين للإمارات ويتواجد فيها ثلاثة وزراء من الحكومة الميسري والجبوان وجباري وهو ما فسر على أن مسقط ربما تكون منطقة وصل بين المناطق المحررة من ميليشيا الإمارات والعالم الخارجي ترجمة نانسي قنقر